اهلا وسهلا فيكم ومتابعي برنامج جاوكم كاملين معاكم في البرنامج مميز وفقرات متميزة وطبعا الضيوف مميزين جدا واكيد طبعا هلا زمينا سمعنا في حكي بيقول ان الاطفال والطلاب رح يرجعوا على المدارس ان شاء الله وجاهيا على الفصل الدراسي الثاني وطبعا هذا الاشي بيقلي كتير من الامهات حول طبعا يعني وجود الفيروسات بكثرة في الاجواء طبعا بطل الام عارفة شو الاشي الممكن يحد من وجود الفيروسات وتأثر الاطفال والطلاب بشكل عام فيها معنا اليوم اخصائي وميزة دانيا شنك تحكي لنا اكتر عن هذا الموضوع صحيح صباحك دانيا صباح الخير اهلا صباحك الحمد لله تماما نوري مش الله عليك تانكي الله يساعدك بوجود ديهون عندكم حبيبتي حبيبتي وجود شرف لنا اكيد دانيا بنا نحكي بداية بشكل عام اوش عارفين عن حالك انا اخصائي التغذية دانيا شنك فاوندر اوف ريفايف عندي مركز ريفايف للتغذية حصل على المجستير وبمارس يعني الي التغذية تقريبا اكدر و 15 سنة بمجالات مختلفة حاليا اكدر اشي هو بالصحة والرجيم والديت والديت وهي الاشياء طيب هلا دانيا احنا نحكي بشكل عام عن الانواع المأكولات وممكن المشروبات كمان اللي ممكن انها يعني تزيد المناعة بأجسام خصوصا هلا بفترة كورونا والفيروسات وحتى فصل الشتاء يعني حتى لو ما في كورونا في قصة فيروسات بخضاء الفصل احكينا اكدر عنها صراحة سالي الكورونا اجد فتحت عيون الناس على كتير شغلات اول اشي فتحت عيونهم عليه هو صحتهم والاكل كتير هلا احنا سرنا نسمع بالتغذية اكدر الناس بتروح بتدور انه ايش اخد كيف ارفع مناعتي سواء لا الصغار ولا لا الكبار صار الناس في عندها توجه كتير كبير انه هي تدور وتفتش وتعرف المصدر الصحيح او المعلومة الصح عن الاكل اللي بساعدها انها ترفع مناعتها لا شك انه هو جهاز المناعة خطة دفاع الاول اللي موجود عندنا بالجسم بواجه هاي الامراض وواجه هاي الفيروسات جهاز المناعة احنا لازم ابنيه انا لازم ادير بالي عليه من اليوم الاول للطفل يعني من يوم الاول في الحياة لحد ما احنا نكبر هذا جهاز المناعة احنا لازم نحافظ عليه واحدة من اهم الطرق هي الغزاء الصح والاكل الصح اهم اشي وكل الدراسات والابحاث على مر سنين عمالها بتقولنا انه احنا نتبع حمية البحر الابيض المتوسط لرفع مناعة الجسم شو يعني حمية البحر الابيض المتوسط يعني انا اركز على الخضرة والفواكه اركز على الاسماك والمأكلات البحرية على الزيوت والدهون النافعة اللي هي زي زيت الزيتون اركز فيه وبرضه ااخد اللحوم الجيدة يعني ااخدها زي ما قلنا هلأ من السمك اركز على البقوليات ما دايما اعتمد على البروتين من المصادر الحيوانية ااخد المصادر الحيوانية والمصادر النباتية هذا احنا هيك بنحكي عمالنا بشكل عام اذا بدنا نيجي ان نفصل الموضوع اكتر بهمنا حتى احنا نرفع مناعتنا انه احنا ناخد غزا متكامل ااخد من كل مجموعات الغزائي زي ما حكيت هلأ حتى ااخد اشي بنسميه بالتغذية وممكن هلأ كتير سننا نسمعه هو مضادات الاكسادة او الانتي اوكسدنس اللي هي بناخدها من الفيتامينات والمعادن شو وظيفتها بشكل عام برضو خلينا نحكي انا لما جسمي عماله بتعرض للامراض عماله بتعرض للتلوث اللي موجود بحياتنا بتعرض للسترس الناس اللي بتدخن هذا كله بعمل بجسمنا اشي اسمه جذور حرة هاي هي اللي بتخرب الجسم بتخرب جهاز المناعة لما انا عمالي باخد الفيتامينات عمالي باخد المعادن عمالي باخدها من مصادر مختلفة هي بتعمل هيك زي ملائط بتمسك هاي جذور حرة بتكبها برا الجسم انا بحافظ هيك على قوة جسمي وعلى جهاز المناعة تمام هلا انتي حكيتي من ضمن الحديث انه اللحوم وبعض انواع الاسماك ممكن انها تزيد من المناعة طيب سؤال خطر على بالي احنا باردن هون ما في عندنا اسماك غير مجمدة ما في اسماك طازه لا بتيجي الطازه بس مجمدة هي الموجودة اكتر يعني موجودة هلا شوفي احنا الاسماك ممكن ناخدها مثلا من التونة هلا التونة برضو كمان والسردين هي مصدر مهم برضو للأوميغا 3 يعني احنا نروح الاسماك عشان ناخد الزيوت المنيحة فيها زائد البروتين المنيح فيها هلا انه احنا ندور على الاكل الصحي مش سهل بالوقت اللي احنا فيه بوقت احنا عنا الاكل الجاهز كتير الاكل المصنع موجود كتير بدنا نحاول نرجع قد ما نقدر للأكل البسيط للأكل اللي هو اللي طالع نقول من الارض طبيعي يعني الخضر الفواكه اللي ما عليه اللي ما مش معالج يمكن مرات هذا كمان مش سهل ذائد انه مكلف مش بسهولة كل الناس بتقدر توصله بس على القليل نقدر ندخله قد ما منقدر اشي تاني ممكن احنا ناخد الأوميغا 3 منه او الزيوت النافعة هو زيت الزيتون هذا ما عنا منه حجة المكسرات برضو هذي هاي يعني جزء مهم من النظام الغذائي هلا ممتاز السؤال كان انه المجمدات تحافظ على نفس الفائدة بالاشي تتازه مثلا اصلاك تازه نفس الفائدة اكيد لما باخدها تازه مش زي ما باخدها مجمده بس هي برضو بتحتوي على الفائدة الغذائية يعني مش اني انا لا هاي مومني حوما اخدها لا بالعكب هلا فيتامينات طبعا فيتامينات سي والخضرات كلها اكيد برضو بتزيد اكيد هلا فيه ثلاث يعني نقول فيتامين اتنين ومعدن كتير مهمين ندخلهم بنظامنا الغذائي وانتي هلا نرجع للموضوع اللي هو عم تحكيلي على ولاد الصغاري نحاول نحطهم بغيزة ولادنا هنه فيتامين سي وفيتامين دال ويمكن هلأ كل الاردن تاخد فيتامين دال والزنك هدول كتير مهمين نذكز عليهم لانه هم انتي اوكسيدنس في النعالين بساعدوا جهاز المناعة انه يقوم بكل وظائفه بطريقة صح طب شو الاطعمة اللي ممكن احنا نزود الاطفال عادة ما بيحبوا له خضر ولا فواكه لازم نعودهم لازم نعودهم لازم نعودهم يعني فيه غينات في الموضوع هو مش سهل هلا هادي هي مهمة الاهل عشان هيك احنا دائما منحكي يمكن بقولك هذا الوقت فتح عيوني الناس كتير على انه انا لأ صحتي هي اولويه الاكل اللي انا باكله وبطعميه لولادي هو اولويه فيه هلا كتير طرق ما بنقدر يعني نعيد هلا كيف انا اقنع لولاده انا كيف ادخل انه موضوع الاكل الصحي بالبيس عشان هيك قلتلك هو من اليوم الاول بيبلش من لما الامة تقرر انه هي تعمل رضاعة طبيعية عم تعطي البيبي البرو بايتكس المهمة عم تعطي المناعة المهمة له فمثلا فيتامين سي احنا منحكي عمالنا عن حمضيات عمالنا منحكي عن فلفل ملون عمالنا منحكي عن خضرة زي البروكلي كيف بدي ادخله اذا انا مثلا واحدة من الطرق دايما يكون هذا صحن الفواكم اططعه جاهز للولد عشان يكون اشي سهل يكون مثلا ممكن نعمل على شكل عصير ممكن يدخل هلا في كتير صار انا وصفات زي الكيك بتدخل فيها الفواكه يعني احنا بنقدر نزرق الاشياء اللي احنا بنحس اولادنا ما بيأكلوها بكتير طرق طب ممكن بتشوفي انت انو مثلا شنطة الاكل للطالب هلا يعني ان شاء الله ممكن يرجعوا على الدراسة ان شاء الله يا رب حفا بتحسي انو الشنطة فيها ممكن يكون الحل طبعا هي هي اشي اساسي ومهم واحنا كل سنة مع رجوع المدارس هذا بنعمل عليه انو سجنز كتيره نحكي للأهل كيف انو انتو لانو هي انت زي ما قلت هي مشكلة الامهات انو انا ابني بيأخذ اللانش بوكس على المرض دراسة بيرجعه متل ما هو اللي بقطع الخضرة وبقطع الفواكه برجع زي ما هو فهي الام لازم تكون كتير زكية كتير واعية تعرف كيف تدخل هاي الاطعمة بالطريقة الصح تقطيحها باشكال معينة هي واحدة من الطرق مثلا الصغار بيحب خصوصي بالصفوف الصغيرة بيحب اذا شاف مثلا تفاح على شكل نجمة لحيكون يعني رح ياكلها اكتر حتى احنا الكبار انو يعني رح تكون مشاهية بالنسبة له اكتر من اذا اخدها زي سلايسة مثلا اذا نحكي انو العين هي اللي بتاكل مظبوط مظبوط خلينا نحكي هلا يعني اعطينا اكتر نصايح او يعني يعني اعطينا مثلا او الامهات اللي عم يحضرونا هلا انو انو انواع معينة من الاغذية ممكن احنا نحطها بشنتة الطالب اوكي ممكن هيكلها وما يرجعها ياكلها اوكي اهم اشي دائما بركز عليه انهم ما يزيدوا الكمية يعني ما تدحشها دحش للشنسة اللي هو عم ياخدها الولد مع المدرسة عشان انو هو يعني ولد صغير بالاخر احتياجاته مش كتير كبيرة بدنا نركز مثلا على نحاول نسير ندخل الحبوب الكاملة نحاول ندخل الخبز الاسمر او التوست الاسمر ومش كل يوم يعني ما بدها تزهق الولد بدها مثلا هي بتعرف انه هو بحب ياخد بيتزا مثلا على المدرسة او بحب المعجنات تحط له يومين عشان ما يحس هو كمان بالملل لازم يكون فيها دائما خضرة وفواكه وتحاول تنوع تحاول تشكل مش كل يوم تحاول تقطعهم بطريقة تكون صغير يعني لقم يعني الولاد البريك تبعهم بيكون قديش هو من عشر دقايق لربع ساعة لتلت ساعة فهو بده يأكل بده يلعب ماش ما بده يأكل طريقة لف السندويشات كمان هذه من التركس اللي احنا دعونا نقول لف السندويش بطريقة معينة اطعيها بطريقة معينة اذا حكينا انو يكون فيها حبوب كاملة يكون فيها الخضرة والفواكه كتير مهم لمكسرات ننصحهم دايما يحطوا لوز يحطوا جوز هذا كتير مهم لمناعتهم لتطور الدماغ كمان عندهم يبعدوا عن اي اشي سكر كتير يعني مشكلتنا احنا البسكوتات الكيكات هاي الصغيرة العصير راح يقولون يعني هلأ يعني الولاد مفروض بهذه الفترة يتعودوا انهم هما بيفطروا من غير العصير تبعهم لانهم بالبيت فهذا العصير لانه مليان سكر وهذا بيأثر كل عجلة هذا المناعة هو اصلا مؤذي يعني سواء بالقعدة او بالقعدة بزعت لازم يكون اشي يعني كون طازة فرش هو بصمان بستفيد الجسم منه اكتر وبتعلن المناعة اكتر طب بالنسبة للموظفين يعني مثلا انا مسارخي نحكي موظفة بلاش نحكي انا اي حدا موظفة بربح ساعة خمسة مع هاش وقت لا تطبخ ولا ترتاح ولا تعمل اي اشي حنا نحكي قاعدين بلغة اللي الحياة اللي احنا عمالنا منعيشها نحكي عارض واقع احنا شو ممكن تعمل تلاقيهم مثلا بل اذا مع هاش وقت صبح تجيب معها ساندوش تجيب معها اكل من نبارح بنا نعملتها نخلط معها بتابرور او اشي توصي من برا صحيح الموظف اللي هو مفرد اوعا خلينا نحكي هلأ شوفي دائما دائما منحكي من بلش من ورع يعني اش من التخطيط انا مفروض يجي اول اسبوع اكون عارفة حالي بعرف يعني احنا بنشتغل وعنا اولاد عارفين انه الحكي مش زي التطبيق فيه كتير فيه كتير اشياء صعبة بس التخطيط كتير مهم كتير بساعد الام العاملة والام اللي غير عاملة انا باشتغل الموظف يوم السبت بكتب قائمة انا هذا الاسبوع مثلا ايش طبخاتي ايش بدي ااخد معاي حتى على الشغل فيه كتير شغلات سهلة مثلا ممكن علبة لبن والسيريال اللي هو الحبوب اله وتكون الكاملة انه نحطهم هدول مع بعض يعني حتى لو اخذتهم يعني عملتها هاي بالشغل حطت اللبن مع الحبوب الكاملة مع الفواكه لو اطعتها هناك هذا بيكون حل انها هي تكون مثلا محضرة من قبل بيوم لو اخذت الخضرة انه يلازم يكونوا الموظفين عندهم لانشبوك والشوفان الشوفان كتير مليح بس مش يعني هلا فيه كتير صار فيه خيارات بالسوق جاهزة انتي بس ما عليكي الا تحطيها على بعض لانا نسيت الشوفان تبعي والجوز والزبيب الصباح وانسيته معي فداما صرت اعود حالي برضو انه يكون وجباتي الصباح كمان اكل انا واحدة بناس اللي ما باكلوا الصباح عملية بتحسي انه ممكن ساعة 12 واحدة تحسي حالك جوعتي والو ديليفيري طب بيأثر هذا الحكي ان الواحد مثلا ممكن انه ما يفطر الصباح ممكن انه ينسى وجبات معينة بيأثر على ضعف المناعة او قوة المناعة حتى لو انه عوضها بالليل المناعة بدها اكل متوازن ومتكامل ومتنوع هلا انت كيف بتأسمي وجباتك برجع لهدفك بس مش كل يوم اشي يعني ممكن انا اليوم انا اعود حالي مثلا اني زي ما بتعرف هلأ فيه ترنت كتير طالعه الصيام المتقطع صيام المتقطع يعني انا ممكن افطر على الساعة 12 او ممكن افطر على الساعة واحدة فهل هذا غلط لا مش غلط طب يعني انا عم بفطر على الساعة 9 ساعة غلط لا بس انتي ايش بدك وانت ايش بدك وانت ايش هدفك بس لازم يكون في ثبات في الحالة اللي انا عم بشتغل عليها او عارف انا ايش الهدف اللي بدي ايه وعلى اساس عمالي بشتغل ثبات وتنوع وتنوع بالضبط انه لو قد متأخر الوقت انه احنا نمت جسنا بالفيتامينات والمعادن مهم الهاب اتماع المكملات الغذائية بهاي الفترة نعم بس حسب الحالة وحسب الحاجة ومش كل شي يعني مثلا زي فيتامين دال احنا بنحتاجه بهاي الفترة لانه احنا ما بنتعرض كتير للشمس وفيتامين دال هو كتير مهم لرفع المناعة يعني كل حتة للصغار انه هو مهم لرفع مناعتهم بس لازم انا اعرف قديش يعني مش انا على خاطري هاي هاي المشكلة الروعة الصيدلية يلا اعطوني لا احنا في دكاترا وفي اطباء وفي اخصائيين وفي فحصات لازم تنعمل عشان انا اقرر ايش الناقص عندي وايش لازم اخذ وقدي لازم اخذ انتي مع انه يكون في نظام غذائي غذائي متكامل ومع انه الطفل او الموظف او يع يعني الاشخاص والاطفال او البالغين ياخدوا كمان مكملات غذائية مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن اكيد اكيد مية بالمية نصيحة اخيرة للمتابعين بنصحهم انهم دايما يحاولوا يأكلوا الاكل الحقيقي بمعنى انه الاكل الصحي غير المصنع ينوعوا في وجباتهم ما يشدوا على حالهم كتير بكل اشي يعني عادي لو انا مثلا اخذت مرة اكل من برا او اني جبت لولادي اكل من برا ما يحسوا بتانيب الضمير بس المهم احنا يكون تسعين نقول تمانين لتسعين بالمية اكلنا هو اكل صحي ومتنوع لازم يكون يوميا في على الطاولة صحي صلطة مظبوط دايما موجود بانتظام ويوميا مظبوط مظبوط حتى نحد من انتشار طبعا حتى احنا نعلي مناعتنا اكيد يعني انا في صراحة مش عارف مش حابة اخلص حكي معاكي بس بخيل ان شاء الله وحكينا كل اشياني ان شاء الله ان شكرا وجودك معنا دكتورة دانيا ان شاء الله نستضيفك اكتر واكتر واكتر في المرات القادمة ان شاء الله شكرا لكم شكرا لكم لقناة تقص العرب صراحة كتير مكان حلو وجو حلو بوجودك وسعد صباحك مرة تالية متابعينا خليكم معانا بعد البريك في معانا صدراني رشا مناصره